إلى نيويورك ياسر نور الدين ينضم إلينا الآن بدوره على الهواء مباشرة قد تبدو الأمور على مستوى الطقس والمناخ أهدأ قليلا في نيويورك الأمور على المستوى المناخي لطيفة ومقبولة جدا ياسر الظرف المرتبط بوباء فيروس كورونا اللقاحات المقدمة هذا يشغل بالل الأمريكيين إلى أي مدى؟ معدلات أو مستويات الثقة التي يوليها الأمريكيون في هذه اللقاحات المنتجة أمريكيا أو غير ذلك؟ في البداية أرحب وأسعد أن أكون معك أحمد ومع سادة المشاهدين اللقاحات ما بين مؤيد ومعارض وما بين رافض لهذه اللقاحات أحمد حيث بتقول الإحصاءات الأخيرة بأن هناك حوالي 15% من الشعب الأمريكي يرفض تماما هذه اللقاحات وهو ما دعا كل الإدارة الحالية وعلى رأسها دونالد ترامب وأيضا الإدارة الجديدة لجو بايدن بأن يأخذ المسؤولين وعلى الهواء مباشرة كما تبعته وتابع السادة المشاهدين أيضا الإدارة الجديدة جو بايدن وهو يأخذ اللقاح ويطمئن الناس حتى فوجي أيضا وحتى نائب الرئيس الأمريكي الحالي الجميع يحاول أن يؤكد على أن اللقاحات ليست بالضرع اللقاحات سليمة هناك أيضا إحصائية بتقول بأن هناك ما بين كل عشرة أفراد أو أشخاص من الشعب الأمريكي هناك اثنين منهم أحمد يرفضون اللقاحات بمعنى أيضا أن 40% ينتظرون للنتائج الأخيرة وما سوف تسفر عنه كانت هناك إصابات أو أعراض جانبية كما تابعنا جميعا في ألاسكا حالتين من الأطقم الطبية ولكنها حالات شفيت لم يكن الأمر كبير للغاية بدأت الثقة شيئا فشيئا تتجدد لدى الشعب الأمريكي حتى أن هناك أحمد خبر جاء بأن بعض الصيدليات والتي سمح لها بأخذ دفعة من لقاح موديرنا بأنها قامت كما يقولون ببيعها في السوق السوداء وقبضت هنا في ولاية نيويورك قبضت الشرطة على المسؤولين في هذه الصيدليات وهي صيدليات باركر وكانت كما تعلم هذه اللقاحات هي مجانية ولكن قامت ببيعها لأفراد الشعب هنا في ولاية نيويورك وبالتحديد في منطقة بروكلين التي أحدثك منها الآن لكن الأمور في ظل هذه الجائحة وفي ظل الإصابات الكبيرة أحمد وفي ظل الوفيات الكبيرة أيضا لا يجد الشعب الأمريكي أبدا أو لا يجد حيلة إلا في أخذ هذه اللقاحات ومتابعة الأمر عن كثب وبالتالي يعني لتقليل هذا الأمر وحتى الذين قد وفقوا على هذه اللقاحات سوف من الشعب الأمريكي لن ينالوا هذه اللقاحات أحمد إلا بحلول شهر إبريل من العام القادم الآن كما تعالى ومكا الرافضون لتلقي هذه اللقاحات بشكل مبدأ في الولايات المتحدة لماذا يرفضون أو ما هي حجاجهم لإعلان رفضهم تلقي هذه اللقاحات والمنتج بعضها أو الأهم منها أمريكيا لا يهم أحمد إذا كانت أمريكية أو لا قد قمنا بعمل تقرير لصالح إكسرا نيوز وأخذنا في الشرع الأمريكي بعض العينات ومن قالوا لا هم يرفضون أصلا فكرة اللقاحات وهم حتى لقاح الأنفلونزا السنوي لا يأمنون هذه الأمور ويعتقدون في نظرية المؤامرة وما شبه ذلك ثم أيضا هذا جزء من الرفضين أما يرفض الجزء الآخر انتظارا فقط للنتائج وانتظارا إلى ما ستسفر عليه هذه اللقاحات بالإيجاب أو بالسلب ثم يطمئن قلبهم بعد ذلك ولكنهم ليسوا رافضين كما هو في الجزء الأول الذي يرفض بشكل كامل اللقاحات حتى أنه يرفض ارتداء الكمامات الشعب الأمريكي أحمد كما تعلم هو شعب مهجر بمعنى أنه نسيج الشعب الأمريكي مكون من جنسيات مختلفة فبالتالي الثقافات أيضا مختلفة هنا هناك من يكون حريص كل الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وهناك من يبالي كثيرا بهذا الأمر فهذه الثقافات المختلفة قد أيضا جعلت هناك تباين في أخذ هذه اللقاحات أو استقبال فكرة اللقاحات بشكل عام نعم ياسر خطط توزيع اللقاحات إنتاج اللقاحات من فايزر موديرنا كعقار فيه شراكة أمريكية ألمانية فايزر بايونتيك عقار موديرنا لقاح أسترازينيكا أكسفورد البريطاني إذا ما كانت الولايات المتحدة ستتعاقد عليه جونسون أن جونسون إذا كان هناك نية أيضا للحصول على موافقات أو ترخيص لهذا اللقاح الذي سيكون لجرعة واحدة ليس لجرعتين خطط التوزيع هل جرى إعلانها؟ هل هناك مؤشرات عن حجم ما يمكن أن يوزع من لقاحات على الولايات الأمريكية المختلفة؟ الولايات المتحدة الأمريكية أحمد كما تعلم هي أكبر دول العالم وبالتالي وأيضا في عدد الإصابات وفي عدد الوفيات فهي تملك الأموال الكافية لتأمين اللقاحات لدى المواطن الأمريكي وقد تعاقدت في البداية مع شركتي فايزر بايونتيك وأخذت هذه الشركة من الحكومة الأمريكية ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي وتعاقدت أيضا مع موديرنا ودفعت لها حوالي مليار ونصف المليار دولار أمريكي هناك أيضا منذ أيام قليلة تعاقدت الحكومة الأمريكية على 100 مليون جرعة مرة أخرى مع فايزر وهناك الأنباء التي تأتي على الطريقة هو لقاح أسترا زينكا بذكرك أحمد لهذا اللقاح الذي سوف يكون منافس قوي جدا للقاحين السابقين حيث أن هذا اللقاح لا يقابل أو لا يواجه كل المشاكل التي تواجه فايزر وتواجه موديرنا من حيث غلو الثمن في لقاح فايزر جرعت اللقاح ما بين 15 إلى 20 دولار أمريكي ولقاح موديرنا هو حوالي 32 دولار أمريكي أما تكلفة لقاح أسترا زينكا فبيكون فقط دولارين و70 سنت أو 2 دولار فاصلة 70 وبالتالي أيضا طريقة التخزين هي فقط ما بين درجة الحرارة في أسترا زينكا يستطيع أن يخزن الشخص من درجتين إلى 8 درجات مئوية وهذا سوف يجعل هناك طفرة أحمد ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية في عملية التطعيم ولكن في العالم أجمع لأنك تعلم أيضا بأن فايزر طريقة الشحنة وصعوبة الشحنة والتنقل أو نقل الشحنات للعلم أحمد فايزر فقط يسمح له أو يكون الفاعلية في اللقاح بأن يقوم الشحن لأربع مرات يعني ينقل من مثلا المدينة الأم إلى مدينة أخرى في شاحنات أخرى ودرجة الحرارة أقل من 70 درجة مئوية صعوبات كثيرة في هذا الأمر تعوق كثرة أو العدد الذي تقوم الحكومة بتطعيمه سواء هنا أو في أي دولة أخرى ولكن لقاح أسترزنكا والذي سوف يأخذ التصريحات في الأيام القليلة القادمة سوف يكون الأمر أكثر بسهولة وسوف تكون كميات المواطنين أو عدد المواطنين في أي دولة من العالم إذا ما تم التعاقد مع أسترزنكا سوف يكون العدد كبير للغاية وسوف تقل يعني معدلات الإصابة وبالتالي معدلات الوفاة في ذلك سوف يكون هذا اللقاح هو منافس قوي جدا في مواجهة موديرنا وفايزر شكرا جزيلا لك ياسر نور الدين مرسلا على الهواء مباشرة من نيويورك أشكر أيضا كريم يسري الذي كان معنا على الهواء مباشرة من واشنطن أشكر لي عربي مرزوق من العاصمة الألمانية برلين وخالد شقير الذي كان معنا أيضا على الهواء مباشرة من مرسيليا في الجنوب الفرنسي أشكر الجميع شكرا جزيلا